ما هي نصيحتك للأحزاب السياسية لأجل مستقبل اليمن؟ نصيحتي أن يوحدوا صفاً وأن يكونوا قوة واحدة وأن يتجاوزوا لبعضهم البعض وأن ينسوا الماضي بكل ما فيه من عقد ومصائب وأن يغيروا قادتهم الذي قد مر عليهم عقد من الزمن القيادة وأنا قلتها سابقاً يجب أن تتغير هذا هو الذي يجب عليهم هذا الذي أنصحهم به كيف يغيروا قيادتهم؟ مثلاً يخرجوا يتمردوا على المؤتمر قدوا عشرين قسم مثلاً الإصلاح والاشتراكي والناصري يغيروا قيادتهم كيف؟ أنا متحدث عن الإصلاح أنا متحدث عن الإشتراكي والناصري الإصلاح بالنسبة لي أنا أطالب بتغيير القيادة تغييرها وتعاديهم قيادتهم سيكون فوق روسنا وقاعدتنا والقايد السابق لكن يروحوا خلاص لأنها أصل الأفكار حقهم ما تتناسب مع الواقع والعصر الجديد وشاخوا شاخوا لا بد من شيء وهذا نصحتهم أول ما خرج المؤتمر بعد مقتل الزعيم بعد مقتل الزعيم وخرج المؤتمر والله عملت رسالة عودوا إلى صفحتي وطالبت أن لا يفرح الإصلاح بتشضي المؤتمر يحاولوا لملمته واحتواءه ويصبروا عليه وعلى قادته سيكونوا قادته مختلفين يحتووهم ويكونوا يد وحده لا تفرحوا لمنهم متسرقين من عجل تكبروا إذا صور المؤتمر صورتم عنتم إذا كبر المؤتمر وأن عرضتم كبرتم عنتم لكن ما نفع نصيحتي ولا شوري لهم